انظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية كفر الديب في مركز زفتة بمحافظة الغربية وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأكد رئيس جامعة طنطا محمود ذكي أن القافلة تأتي استمرارا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية في ظل جائحة كورونا وخدمة القرى الأكثر احتياجا واستكمالا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة